هل القطة لها سبعة أرواح؟ ما لغير روح وحدة يا أخي كله خرافات هل يجوز تربية القطة في البيت؟ نعم يجوز لقول النبي إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات هل لمس القطة ينقض نضوء؟ لا هل يجوز الصلاة بثوب عليه باو القطة؟ لا يا أخي اغسلوا المسألة لا تخلوا من خلاف هل القطة السوداء جن؟ لا ماذا تعني رؤية القطة في المنام؟ إذا كان القط هادئ فإشارة إلى فرح وسعادة أما إذا كان متوحش فإشارة إلى تعاسي وحزن ونكد سائق دعس قطة خطأ ماذا عليه؟ ما عليه شيء وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به هل إطعاموا القطة في الطريق صدقة؟ نعم لقول النبي لك بكل ذات كبد رطبة أجر هل يجوز طرد القطة من المسجد؟ نعم يجوز حتى لا تلوث المسجد هل يجوز بيع القطة؟ ورد حديث إن النبي نهى عن بيع القطة الذين قالوا أن الحديث معلول جوزوا البيع أما الذين يرون أن الحديث هو صحيح يمنعون بس والله الحديث معلول هل يجوز ضرب القطة لإبعادي عن استيصان؟ إذا دعت لذلك ضرورة يجوز ما هو حكم أكل لحوم القطة؟ حرام ولا يجوز؟ لأن النبي نهى عن كل ذيناب من السباع بعدين في بها الأيام حتى يأكل القطة؟ كيف أتخلص من قطة لا يذهب من بيتي؟ بأي طريقة؟ أو حط له منوم بالطعام؟ بس ينام حمله وخذه لمكان بعيد هل يجوز إخصاء قطة البيت حتى لا تنجب؟ في قولين لغلماء؟ أختار القول القائل بالجواز إذا دعت لذلك ضرورة هل مرور القطة من أمام المصلي يقطعها؟ لا هل ريق القطة وعرقها طهر؟ إيه والله طهر هل نامت قطة على عباءة النبي ولم يقضها؟ لا يثبت عن النبي هذا هذا والله أعلم سلام اشتركوا في القناة